أن نغل من دواعي السرور أن نلتقي وإياكم اليوم مع صدقانا من جمهورية الصين الشعبية وقد احتفلنا قبل فترة قصيرة بثلاث مناسبات مشتركة تمثلت الأولى بمرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بينما كانت الثانية حدثا حضاريا وتاريخيا تمثل في إزاحة الستار عدم نصب التذكاري للبحارة الصيني المسلم تشنخا والمعروف عربيا باسم حج محمود شمس الدين الذي زار محاوض الظوار أربع مرات قبل أكثر من 700 عام في حين تمثلت المناسبة الثالثة في الاحتفاء بمرور 10 سنوات على إطلاق الزعيم الصيني شي جينبينغ مبادرته العالمية الحزام والطريق بهدف ربط الصين بالعالم عبر سلسلة من الطرق والمحطات البرية والبحرية لتسهيل تبادل الاستثوارات والمنافع بين مختلف الدول والشعوب وهنا نحن اليوم نلتقي في رحاب هذا المنتدى وتحت هذا العنوان الواعد ليكون لقاءنا اليوم بمثابة طرة التاج لجهود تعميق مستويات التعاون بين سلطان عمان الحبيبة وجمهور الصين الشعبية الصديق وهنا أسجل كلمة تشكر المستحقة لموسيسة الرؤية للصحافة والنشر وعلى رأسها المكرم حاتم الطائي لحرصها الشديد على تنسيق التعاون مع جمع الصداقة العمانية الصينية ليكون هذا المنتدى جزءا من هذه الأحداث المهمة إيمانا بأهمية العلاقات بين البلدين والتي تستند في جذورها إلى إرث تاريخي وحضاري من التعاون وتبادل الزيارات والمنافع المتبادل لألاف العوام اشتركوا في القناة